أستأذنكم هنروح لتقرير التقرير ده هنعرض فيه تنوع الفعاليات بمناطق كثيرة في شرم الشيخ مدينتنا الجميلة الرائعة منها المنطقة الزرق ورش العمل والمناطق الرئيسية والجلسات اليومية والمنطقة الخضرة وإيه بقى؟ كل ده اتعمل بحيث أنه يبقى صديق للبيئة خليكوا معانا وتحديدا من منطقة خاصة وهي منطقة الابتكار فيها العديد من الشباب ورواد الأعمال والشركات ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا على أنه تتعمل اقتراحات وأفكار ومبتكرات إبداعية صديقة للبيئة بالإضافة إلى أنها فرصة علشان هذه الوجوه تطلاق وتتبادل الخبرات مش بس على شب مصر لكن عشان الكوكب كله تقرير وفاصل وهنكمل الكلام تكلمنا كتير على فكرة المناطق المختلفة في كاب 27 سواء كانت المنطقة الزرقى أو المنطقة الخضرة لكن كمان في منطقة مهمة جدا وهي الانوبيشن زون أو منطقة الابتكار المنطقة دي بتجمع الشركات والشباب ورواد الأعمال اللي عندهم أفكار للتعامل مع التغيرات المناخية والتحديات المناخية لكن كمان الشباب والشركات والأفكار دي مش بس مصرية لكن كمان أجنبية ويكون فرصة أن هم يتقابلوا سوا عشان يطرحوا الحلول سوا ويوصلوا لحلول مع بعض يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع ويناقشوا الخطط الأديمة وكمان يطلعوا بالحلول دي للمستقبل تعالوا نشوفها يلا بنا سوا يمكننا تغيير مستقبل تغير المناخية ولتحقيق هذا لابد من إشراك كافة العوامل المنفذة والأطراف الفاعلة ومنها أن نغير الوضع الحالي ليست فقط المستقبل الذي سيجب أن نستعد إلاه ولكن أيضا علينا أن نمكن الشباب لتختيار مستقبلهم ليست فقط المستقبل الشباب فقط ولكن أيضا لكبار لابد أن نتعلم من الماضي لدينا الآن نفس العدد من الشباب التي لا يصل لأكثر من مئة من مليون شخص بتدراه عمرهم من 15 إلى 25 نفس الأمر كان في الماضي لكن إذا منحنا لهم التدريب والمهارات والدعم للابتكار وريادة العمال بالتأكيد سنحصل على حلولا جيدة للمستقبل فيما يتعلق بتغير المناخية إذا عرفنا الوضع الحالي منذ البداية للحياة حتى الآن كان لن نجعل أن العالم قد ينتهي أيضا هناك حدودا لكرة الأرضية وهناك صراعات وكانت في الماضي صعوبات ولكن الآن معنا لدينا العاصر الرقمي كل هذا سهل في عملية فهمي المحاضر والمستقبل وهذا يمكن الشباب لتحضير المستقبل لماذا نعمل مع المستقبل؟ له فهمي الجيد أن نكون مع بعضنا البعض وأن أكثر تحفيزا لأننا نعرف أن على مداري 300 سنة الماضية في كل وقت أن التكنولوجيا تغير شيئا في الحياة ولهذا تأكيد على هذا لابد أن هناك تغير مع ما كان منذ ثلاثة سنوات لذا نحتاج إلى الشباب لإستكشاف المستقبل وتعزيز الانتزامات والتعهدات وكل هذا لابد أن تنظيمها لتغيير وضع الحياة التي نحن عليها لابد أن يكون أكثر كفاءة نبور أكثر كفاءة لمهاراتنا وأن نريد أن نستغل الوقت ونجد الحلول الجديدة وفي كل هذه الحلول تعتبر مهمة جدا للوصول إلى المحياد الصفري الذي نطمح ولوصله وأيضا في نفس الوقت أن لم فقط نتحول ولكن الشباب لا بد من إشراكهم مع اللجان السابقة لبناء الجسري بين الجزر والأشخاص الذين يعوشون عليها الحقيقة الشباب مهم جدا بالنسبة للتغيير المناخية لأن كل الأخطاء اللي قام بها البشر في كل السنين اللي باتت اللي هيدفع تمانا هم خيادات المستقبل هم الشباب المستقبل فإن ما كناش نقدر النهاردة من أول ما حتى أطفال نبتزي نعرفهم ونفاهمهم ونجيهم الفرصة أنهم يعبروا عن نفسهم على إزاي أن هم يحافظوا على البيئة مش هيبقى فيه مستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر